كابتن في البداية طبعا المناسبة تفرضنا في الساعة النجمة التاسعة وثلاثية النادي الأهلي نهنيك ونبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي ماذا تقول لأعضاء ولجمهور النادي الأهلي بهذه الثلاثية الثلاثية هذه مناسبة غير عادية يعني وهي الأولى في العشرية الأخيرة يعني هذه صارت ثلاث مرات فقط في تاريخ النادي الأهلي طبعا الحمد لله رب العالمين يعني فضل كبير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى علينا أنه أكرامنا بهذا الإنجاز يعني فضل كبير جدا لدرجة أن الواحد مش قادر عرفتك متحس أحيانا كده وأن انت عاجز عن شكر الله فالواحد عنده الإحساس ده يعني الحمد لله رب العالمين الحاجة التانية بالنسبة لي جمهورنا عاز أقول لهم شكرا عاز أقول لهم شكرا على كل حاجة جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم جمهور النادي الأهلي هو الداعم الرئيسي هو المحرك الرئيسي عاز أقول لك أنا شفت الحمد لله رب العالمين شفت بطولة أفريقيا والنجمة التاسعة دي أو يعني النجمة التاسعة بتاعتنا شفتها من جمهور النادي الأهلي في ملعب برج العرب يوم مخصرنا من سان داونز والماتش التاني في مصر وقدرناش نعود بنفس النتيجة بعد المبارة وبساطا اللي عمله جمهور النادي الأهلي سواء الحاضرين المباراة أو سواء اللي في البيوت وفي المقاهي وفي الشوارع من دعم لفريق النادي الأهلي ومن دعم اللعيبة ساعتها قلت ربنا حيرزقنا بالنجمة عشان خطر الناس دي الناس دي الحقيقة يعني الحقيقة دي أنا بقولهم شكرا لدعمكم للمستمر كمان الحقيقة لازم أشكر كل من يعمل تحت مظلة النادي الأهلي مجلس دارة مديرين كل واحد قام بدوره على أكمل وجه أحيانا بتحس برضه إن كنتنا ميكون الناس مجتمع كلها وتشتغل بحب أعتقد بتشايف النتيجة بتشوف النتيجة إن شاء الله تبقى روح للطريق روح للطريق كمان لعبتنا بقى يعني الحقيقة اللي عيبة بتاعتنا العيبة رجالة جدا وأنا ممكن قلت لهم كلمة قريب إن رجالة أنا يعني طبعا سعيد جدا عشان تاريخ للنادي الأهلي سعيد جدا عشان جمهورنا وعضاء النادي الأهلي سعيد جدا إن ربنا سبحانه وتعالى كرامكم بالبطولة دي إنهم أنتوا تستحقوا البطولة دي البطولة الحقيقة مخلصين جدا مضغوطين جدا بقى لهم فترة طويلة حتى لما يكون إنت مع نهاية المباراة بتاعت النهائية في بزورة أفريقيا شوف مشاعر وأسلوب فرحة الولاد تحس إن هم من قد كده فيه تحس إن هم كانوا مضغوطين قوي وما صدقوا عملوا حاجة كانوا بيحلموا بيها فإن تكتب في تاريخهم وتاريخ طبعا النادي الأهلي هم يستحقوا ده والنادي الأهلي يستحقوا ده جمهور النادي الأهلي وأعضاء يستحقوا ده لإن النادي الأهلي الحقيقة بيحاول يعمل الحاجة الصحة ترجمة نانسي قنقر